السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخبر اللي قدامنا ده بيقول إذا كانوا بها واشنطن على تركيا تسليم أفراد من حماس يعني باختصار أمريكا بتقول إنها مش متأكدة هل أفراد حماس موجودين في تركيا ولا لا ولو موجودين فاحنا عاوزينهم ياريت تسلموهم لنا طبعا إخوانا ده موضوع مهم جدا هننأشه مع حضراتكم من خلال هذه الحلقة من خلال بعض العناصر زي مثلا ظهور حركة حماس ودورها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علاقة الحركة بالدول الإقليمية زي مثلا تركيا وقطر تفاصيل التصريحات الأمريكية كلام المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن وجود قيادات لحماس في تركيا ثم النقطة الأخيرة إصرار واشنطن على تسليم قيادات الحركة المدرجين على قوائم الإرهاب وأخيرا هنتكلم عن طبيعة العلاقة بين أمريكا وتركيا وتأثير حماس عليها فياريت ما نروحش بعيد وانتبع مع بعض الحلقة للنهاية ولايك وشير يا أخواننا للفيديو لأن ده بيساعد بشكل كبير جدا في اقتراحه من اليوتيوب ويلا نبدأ بسم الله حركة حماس اللي تأسست سنة 1987 بتعتبر واحدة من أبرز الحركات الفلسطينية اللي المفترض يعني إنها بتقود المقاومة ضد الاحتلال الحركة دي لها جناح عسكري اسمه كتائب عز الدين القسام عارفين ده طبعا وطبعا الحركة بتدير قطاع غزة من سنة 2007 بعد ما سيطرت عليه عسكرية حماس مش بس منظمة سياسية وعسكرية لكنها كمان رمز للمقاومة عند شريحة كبيرة من الفلسطينيين لكن على الجانب التاني فحماس متصنفة كمنظمة إرهابية عند أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وده خل أي دولة بتتعامل معها أو بتستضيف قيادتها تحت أنظار المجتمع الدولي خصوصا طبعا أمريكا بخصوص بقى التصريحات الأمريكية الأخيرة عن وجود قيادات حماس في تركيا فالأسبوع ده المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر طلع بتصريح واضح وصريح عن وجود بعض قيادات حماس في تركيا ماثيو ميلر قال أن القيادات دي موجودة على قوائم الإرهاب الأمريكية ولازم يتم تسلمهم لو كانوا فعلا موجودين في تركيا أمريكا مش بس بتشوف أن القيادات دي إرهابيين لكنها شايفة كمان أن ما لهمش حق في الحياة شايفين أن عشهم حياة مريحة في دولة زي تركيا اللي تعتبر طبعا شريك رئيس الأمريكا في الناتو أمر غير مقبول بالمرة عند الأمريكان ووضح ميلر أن أمريكا هتكلم الحكومة التركية بشكل مباشر كده في الموضوع ده وتوضح أن التعامل مع حماس بالطريقة دي كده مش هيستمر طيب إيه هو رد تركيا أو الحقيقة فين الحقيقة تركيا أخوانا ردت بسرعة على التصريحات الأمريكية دي عن طريق مصدر دبلوماسي تركي اللي قال لوكالة رويترز أن الأخبار اللي بتتكلم عن وجود مكتب دائم لحماس في تركيا غير صحيحة تماما وأكد أن اللي بيحصل أن أعضاء من حماس بيزوروا تركيا كده من وقت للتاني لكن مفيش مكتب أو وجود رسمي للحركة هناك تركيا كمان لها موقف معلن في دعم القضية الفلسطينية لكن بشكل دبلوماسي وسلمي أكتر وده بيخلي موقفها حساس جدا بين علاقتها بحماس وعلاقتها بأمريكا وإسرائيل في نفس الوقت أما بقى بالنسبة للدور القطري هل هو مثلا خطوة للوراء؟ قطر طبعا معروفة بأنها واحدة من أهم الدول بل يمكن أهم الدول اللي بتدعم حماس ماديا وسياسيا قيادات حماس سواء السابقين منهم زي إسماعيل هانية اللي قتل في إيران طبعا وغيرهم عاشوا سنين في الدوح وقطر كانت بتلعب دور الوسيط في المفاوضات بين حماس والاحتلال أكتر من مرة لكن الأسبوع اللي فات ده قطر أعلنت أنها هتجمد جهودها للوساطة بين حماس وقوات الاحتلال بشكل مؤقت ليه؟ قالوا بسبب عدم جدية الطرفين في الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في نفس الوقت ظهر التقارير الإعلامية بتقول أن قطر طلبت من قيادات حماس مغدرة أراضيها لكن قطر نفسها طلعت نفت الكلام ده وقالت أن هذا الكلام مش دقيقة طب ده معناها إيه؟ ده معناها أن قيادات حماس لسه موجودين لغاية دلوقتي في الأراضي القطرية حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دي نيجي بقى للكلام عن العلاقة بين أمريكا وتركيا وتأثرها على الموضوع ده أمريكا بتضغط بشكل واضح على تركيا علشان تحسن موقفها من حماس لكن العلاقة بين البلدين علاقة معقدة تركيا طبعا عضو في حلف الناتو وعندها مصالح كبيرة مع أمريكا لكن في نفس الوقت تركيا بتدعم القضية الفلسطينية وبتحاول تظهر أنها وسيط محايد في النزاع الضغط الأمريكي ممكن يخلي تركيا تفكر مرتين قبل ما تستقبل أي قيادات من حركة حماس لكن تركيا دايما بتقول أنها بتحافظ على توازن في علاقتها مع كل الأطراف طيب إيه هو بقى موقف الكيان المحتل؟ هل عنده ألأ من استضافة حماس في تركيا؟ ده لو كان فعلا؟ طبعا الكيان من أكتر الدول اللي بترأي بالموضوع ده عن قرب فبالنسبة لإسرائيل فأي دولة بتدعم حماس أو بتستضيف قيادات حماس فإسرائيل بتعتبرها شريك في الهجمات اللي بتتعرض لها استضافة تركيا أو قطر لقيادات حماس بيزود التوتر في علاقتهم مع إسرائيل وده ممكن ينعكس على شكل الصراع في المنطقة طيب خلينا نقول ما هي السيناريوهات المحتملة في هذا الموضوع أولا هل أمريكا بتضغط على تركيا لتحجيم حماس؟ ده طبعا واضح جدا من التصرحات الأخيرة أمريكا مش بس بتضغط لكن كمان بتحاول تربط الموضوع بعلاقتها الاستراتيجية بتركيا ثانيا هل قطر بتراجع علاقتها مع حماس؟ ممكن يكون فيه نوع من إعادة التفكير في العلاقة خصوصا مع الضغوط الدولية لكن قطر دايما بتحاول تظهر أنها بتدعم القضية الفلسطينية بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية رقم 3 هل فيه احتمال لنقل قيادات حماس لدول تانية؟ الحقيقة وارد جدا لو الضغوط زادت على تركيا وقطر ممكن نشوف قيادات حماس بتتنقل لدول تانية زي مثلا ماليزيا أو إيران اللي عندها استعداد أنها تستقبلهم في الأخير حركة حماس بتواجه تحديات كبيرة جدا في الفترة دي الضغوط الدولية على حلفائها زي تركيا وقطر ممكن تأثر على قدرة الحركة في إدارة عمليتها من الخارج لكن في نفس الوقت فحماس دايما بتلاقي طرق جديدة علشان تستمر في شغلها سواء من خلال دعم دول زي إيران أو من خلال استغلال التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية أتمنى يا أخواننا بالشكل ده نكون وضحنا الموضوع لحضراتكم بشكل تفصيلي علشان بس أي حد يطلع ينقل كلام مش مظبوط أو أي حد يطلع ينقل من مواقع غير موثقة الأخبار المفترض زي ما قولنا الحضراتكم قبل كده إننا ناخدها من المواقع الرسمية يعني قالوا إن قيادات حماس فعلا اضطردت من قطر لكن التصرحات القطرية حتى الآن بتقول إن قيادات حماس موجودة إلى الآن في الدوح وقطر ما تكلمتش أصلا بخصوص الموضوع ده لكن كل اللي قطر اتكلمت فيه هو إن قطر خلاص ستنسحب من جهود الوساطة بين قوات الاحتلال وبين حماس ليه؟ قالوا لإن ما فيش أي تقدم من أو ما فيش أي استجابة من الطرفين في موضوع وقف إطلاق النار كمان تركيا نفت إن حماس يكون لها مكتب داخل الأراضي التركية وقالت إن الموضوع كله عبارة عن زيارات بس يعني قيادات حماس بيجوا يزوروا تركيا وبعدين يرجعوا تاني لمقر إقامتهم إذن اللي بيحصل ده كله إيه؟ اللي بيحصل ده كله إفتراضات علشان نكون منصفين صحيح نختلف مع قطر ونختلف مع تركيا ونختلف مع حماس لكن الإنصاف مطلوب الإنصاف إيه؟ الإنصاف مطلوب لأننا في النهاية سنقف جميعا أمام الله عز وجل وسنحاسب عن كل كلمة قلناها وعن كل خبر نقلناه لحضراتكم هل الخبر ده صحيح؟ أم فيه افتراء وإشعاعات وكذب زي ما بيعمل أصحابنا الإخوانجية كده تلاقيهم كده يعني انت عارف بيقولك اللي بيولد النملة فهم بيولدوا النملة علشان يجيبوا أي خبر مسيء ضد بلادنا لكن احنا بفضل الله مش كده ليه؟ لأننا نخشى الله ونتقى الله خلي بالك الكلمة دي مهمة جدا إنك تخشى الله وتتقى الله دي مهمة جدا جدا فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ما نحن عليه حتى نلقاه وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته